صعوبة الظرف الاقتصادي وتراجع الاستثمار والهبوط الحاد للدنار التونسي من أهم المؤشرات التي تسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطن مما جعله يواجه أزمات متواصلة على مدار السنة من أبرز عواملها ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتي فاقت نسبة الارتفاع في بعضها الخمسين بالمئة وأيضاً تواتر المواسم كعيد الإضحى والعودة المدرسية المعهد الوطني للاستهلاك ومن خلال الدراسة التي أجراها كان له رأي في الموضوع المواطن يمنجمش يعقلاً ويرشد الاستهلاك متاعه وما يستعدش لمثل هذه المواسم بصفة مسبقة وما يوعدش العدة لمثل هذه المواسم بصفة مسبقة يرى المعهد الوطني للاستهلاك أن المستهلكين ينقسمون إلى ثلاثة أنماط متقاربة الفئة العقلانية وهي من أكثر الفئات استقراراً والفئة المحدودة وثالثاً الفئة الانتحارية التي تنفق أكثر من طاقتها والتي تحافظ على نسق استهلاكها مهما تقلصت مداخلها ما تسبب في ارتفاع نسبة القروض المقدمة نسبة كبيرة ياسر من تدين عندهم هما نهيك أنه قائم القروض اللي اعطاته البنوك التونسية للتونس كان سنة 2010 في حدود 10.000 مليون دينار ارتفع خلال حدود شهر مارس 2016 في حدود 18.500 مليون دينار معاً 18.500 مليار دينار تواتر المواسم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن تسبب في تراجع نسبة الطبق المتوسط في تونس من 81% سنة 2010 إلى ما يقارب 68% سنة 2016 ومن المرجح أن تتراجع أكثر في السنوات القادمة كما ظهرت عادات استهلاكية غريبة في أوساط المجتمع حيث وصلت نسبة المقبلين على المنتجات بعد زيادة أسعارها إلى ما يقارب 54% فيما وصلت قيمة التبذير الشهري للمستهلكين 17 دينار للفرد الواحد إضافة إلى ارتفاع الانفاق على الاتصالات إلى 540 دينار شهرياً وارتفاع نسبة الانفاق المنفدت جراء المساحات الكبرى إلى 20%